مشاهدين الكرام أنا سعيد جداً لأنكم مستعدون للاستماع إلي أنا اسمي إكهارت شولتس أنا من جامعة لايك في ألمانيا أنا بروفسور لعلم اللغة العربية والدراسات الترجمة في معدد دراسات الشرقية بهذه الجامعة وأنا في نفس الوقت مدير معهد العربية ومؤسس هذا المعهد وكما تعرفون فنحن نحتفل في الثامن عشر من ديسمبر في كل سنة نحتفل باليوم العالمي للغة العربية وبهذه المناسبة أود أن أقدم لكم موقعيني على شبكة الإنترنت يودحاني كيف نسام نحن في نشر اللغة العربية في كل العالم أي أحب أن أتكلم عن حوسبة تدريس اللغة العربية واختبار الكفاءة فيها على أساس موقعين الموقع الأول modernstandardarabic.net والموقع الثاني هو toafel.com ويستخدم الموقعاني في حوالي 150 بلدا أو دولة في العالم وكما قلت الموقع الأول هو modernstandardarabic.net والموقع هذا موجود في هذه الصفحة وهذه الويبزايت في الإنترنت والموقع تقدم بستة لغات أساسية باللغة العلمانية بالإنجليزية بالإندونيسية بالملاوية بالأردية والفارسية أي لغة التدريس أو لغة التعلم يمكن أن تكون من هذه اللغات والكتاب أو هذا الموقع يقدم الكتاب الدراسي وفي نفس الوقت الإصدار الإلكتروني لتدريس اللغة العربية بهذه اللغات السد والإصدار الإلكتروني أنتم ستجدونه تحت العنوان الإصدار الإصدار الإلكتروني يعني يتألف من جزئين الأول التكس بوك المتبوع والثاني الإيديشن والإيديشن يعني عبارة عن كتاب محصصة فيها الكثير من التمارين والكثير من الحلول للمشاكل نحو الصرف العربي وأهم شيء أن هذا الإصدار الإلكتروني فيه ثمانية ألاف ملف صوتي كل ما هو أزرق في الكتاب وفي هذا الإصدار أزرق اللون يمكن الاستماع المعلم الجديد مع المعلم الجديد والأخير يعني كل ما هو أزرق في الكتاب هذا يعني الجمل في المجال نحو الصرف المفردات الجديدة النصوص والحوارات هي كلها يعني مرتبطة بالمعلمات الصوتية أيضا يعني في مجال المفردات يعني كل هذه الأشياء هي تقدم بشكل مفصل وحتى يعني المفردات الجديدة هي كلها مرتبطة اقتصادي كما ترون دكتور دكاترة والشيء الأهم أن حتى النصوص النصوص العربية هي كلها مسجلة تسجيلا وفيها تمارين محوسبة خاصة بهذه النصوص وإلى جانب ذلك نحن نقدم في الإصدار الإلكتروني حوارات مختلفة والحوارات هذه تقدم أولا باللغة الفسحة السلام عليكم أهلا وسهلا كيف حالك وكيف العائلة ونفس الحوار يقدم فيما بعد في اللهجات الأساسية والرئيسية الأربعة في اللغة العربية يعني باللهجة الشامية والمغربية والعراقية والمصرية ويمكن للطلبة الاستماع إلى هذه الحوارات يعني بعض الاستماع إليها باللغة الفسحة يمكن الاستماع إليها باللغة العمية واللهجة الدارجة يعني الخاصة بهذه المناطق في الوطن العربي يعني اللهجة السورية يعني اللهجة الشامية بلاد الشام المغربية يعني يعني المغرب يعني التونس والجزائر والليبيا إلى حد ما والعراقية بيكون الخليج والمصرية المصر العربية وأيضا جزء من السودان وجزء حتى من السعودية واليمن ونحن في هذا الستار الإلكتروني نقدم في كل هذه الدروس أو الفصول يعني في الأخير عندنا ما يسمع باختبار إلكتروني إي تاست افتح يا سمسم وهذه في هذه يعني في هذه الاختبارات السلام عليكم أهلا وسهلا كيفك يمكن تغيير هنا السرعة والعليكم السلام أنا منيحة والعلي بخير وإنت كيفك أنا كويس الحمد لله كيف الدراسة والأخير يعني كل هذه الإمكانات هي متاحة وفي الأخير نحن نستطيع أن نقدم لكم ما يسمى في الدرس الرابع الإي تست هذا هو التست النهائي المحسب وهذا التست يعني هو تست أو اختبار أو اختبار لمعرفة مستواكم في تعلم اللغة العربية بشكل مباشر ومن يعني يجتاز التست بشكل سريع أنا سأستطيع أن أقدم لكم هذه هذه الإمكانيات الموجودة والنتيجة التست النتيجة هذا الاختبار نتيجة ترسل لكم بسرعة البرد يعني عن تريك الإيميل وكل من يعني يجتاز التست يعني يحصل على إيميل من النظام والإيميل يقول له يعني نتيجته في الاختبار يعني النسبة الميارية وحتى الأجوبة الصحيحة وغير الصحيحة بعد سمت يعني نرى على الشاشة النتاج بشكل مباشر الأخطاء والأشياء الصحيح وآخر هذا هو الموقع الأول الموقع هذا يعني كما قلنا يستخدم 554 الموقع الثاني الذي نحب أن نتكلم عنه هو موقع توفل 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 هو موقع يعني يستخدم في الكثير من البلدان يعني مثل الموقع الأول و في هذا الموقع نحن نقدم اختبارات محوسبة من مستوى A1 إلى مستوى C2 على أساس الإطار المرجعي الأوروبي سفر ونحن نقدم في الموقع أيضا اختبارات تجربية كي نمكن الطلبة من إجراء الإختبار بدون مشاكل فنية هذه الإخبارات هي معترف بها ويمكن إجراء هذه الإختبارات بعض النظر عن المواد التي استخدموها في تعلم اللغة العربية وهناك نمطين من الإختبارات المحوسبة من مستوى A1 إلى مستوى C2 المستوى يعني Basic هذا يعني الاستماع والقراءة والكتابة والمستوى Pro يعني العربية Test Pro قد يكون استماع وقراءة وكتابة ومحادثة وأنا سأفتح الموقع من هنا هذا الموقع الأول وهذا من جديد الموقع الثاني ومن هنا يمكن مثلا فتح الاختبار التجريبي يعني يمكن اختيار اختبار تجريبي A1 A2 B1 B2 C1 C2 ويمكن فتح هذه الاختبارات أو العودة إلى العربية الإختبار يعني في اللغة العربية وهنا نقدم هذه الاختبارات بشكل هذا الأول وهذا الثاني البيسيك هذا البرو ونحن كمان نكتب هنا عن كيفية الخلفية التقنية الفنية لهذه الاختبارات وهنا نموذج للشهادة الشهادة مرتبطة ب QR code هذا يمنع تزييف الشهادة ويفتح المجال أمامكم لتقديم الشهادة هذه كشهادة مدبوعة على أساس أي آلة تابعة وتقديمها للمؤسسة التي أنتم ترقبون في إرسال الشهادة إليها هذه الاختبارات تجرى على أساس الاتصال بنا بالكمبيوتر وبدون أي إشكال إشكالية فيما يخص الجانب التقني والفني هذا هو ما أحببت أن أقدم لكم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى وأنا أشكركم على حسن انتباهكم وشكرا جزيلا وللقاء أشكركم لكمبيوتر